سلام عليكم أصدقائي أنا السيزار برحب فيكم في قناتي السيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع ويا رب برضو بهذا الفيديو بدي أحكي نفس الإشي أتمنى أنه بس نحضر هذا الفيديو يكون الحرب وقفت الحرب انتهت يارب يعني ندعو من قلوبنا إخوان في كل يوم أن تتوقف الحرب لأنه أهلنا في غزة بيعانه وندعو أنه الله يرفع الظلم عن كل حدا مظلوم في كل مكان والله المستعان عليك حياة صعبة على الجميع في حلقة اليوم رح أحكي عن معالجين جربتهم على جهازين من شاومي شاومي طلعت أو أعلت عن سلسلة الردمي نوت 13 شفنا 13 برو 5G وشفنا 13 برو بلس برضو 5G ونسخة البرو بلس حملة معالج جديد هذا المعالج من ميديتك اسمه الديميسيتي 7200 أولترا تمام وعلى نسخة البرو 5G كان في معالج أخر وهي أول مرة بحس إنه فيه تغييز زي هيك بالعادة بيكون فيه تشابه من المعالجات المعالج سناب دراجون 7SLG للثاني فليش حطوا الديميسيتي الجديد هذا مع أني حسيته هو ممكن يكون أقل من السناب دراجون حطوه على النسخة الأغلى والأفضل والأجمل بدأ حاول اليوم في مقارنة بين هذول المعالجين نحاول نفهم ليش وراح أحكي السبب اللي برأيي أنا أعتقده برأيي يعني في آخر الفيديو إن شاء الله بس تعالوا نشوف مقارنة بين هذول المعالجين ومن تجربتي يعني كل الجهازين كان أداءه رائع بصراحة كل الجهازين لكن خلينا نحاول نحكي بعض النقاط الصغيرة اللي بتفصل بينهم أولش بنا نحكي عن تركيبة كل معالج نبلش بمعالج سناب دراجون عنده أربع أنوية من الكورتكس الأيي 78 شوي قديم هاي الكورتكس بس يعني هي أداءها عالي والتردد تبحها 2.4 جيجاهرتز يعني مش حاطين أعلى كلاك للمعالج وفي أربع أنوية اقتصادية من الكورتكس الأيي 55 التردد 1.5 جيجاهرتز انسوا لي الأرقام من تجربتي للمعالج المعالج سلس وسريع الداي من سيتي برضو يتكون من ثمان أنوية عنده نواتين من الكورتكس الأيي 715 وهي نواة جديدة بتردد 2.8 جيجاهرتز وهون في فرق بالتردد بين المعالجين التردد الأعلى يا أخوان أداء أعلى يعني الجيم نوعا ما أفضل وعنده 6 أنوية كورتكس أيي 510 الأداء الاقتصادي بتردد 2 جيجاهرتز وكل المعالجين مصنوعين بمعمرية 4 نانو متر بتحسهم معالجين متقاربين جدا لكن في فرق في فرق صحيح هسا خلينا نروح على موقع نانو ريفيو موقعنا دايما بستخدمه بحب مقارناته فحصه بيكون ممتاز فبحب الأرقام بيطلعها وعمل فحص بين دول المعالجين في فحص الأداء سناب دراجون حصل على 40 نقطة الداي من سيتي حصل على 46 نقطة فهون بتشوف فرق التردد وين بصير لاحظتوا أن الداي من سيتي أخذ تردد أحسن فأخذ أداء أفضل لكن لسه الفرق مش كبير في الألعاب سناب دراجون حصل على 34 نقطة أما الداي من سيتي حصل على 48 نقطة وهون بقدر أحكي أنه في فرق بالأداء وفعليا في فرق بالألعاب رح تلعب اللعبة بسلاسة أكثر على الداي من سيتي ومع ذلك ذلك لا يعني أنه الأداء سيئ بالألعاب على سناب دراجون أنا استمتعت بالأسفلت ناين بسناب دراجون لكن اللعبة أسلس على الداي من سيتي هذا لكن برضو رح تطلع حرارة الداي من سيتي أكثر من سناب دراجون سناب دراجون بيعرفي هندل الحرارة أكثر من الداي من سيتي هل حيأثر على الأداء؟ على الأغلب لا إذا ما بتلعب 3-4 ساعات ما رح يأثر على أداءك يعني إذا بتلعب أنت ساعة جيمينج ما قاعد جهازك على كل الجهازين ما رح يتأثر في فحص عمر البطارية سناب دراجون والداي من سيتي حصلوا على 91 نقطة يعني حصلوا على نفس الأداء في سحب البطارية في النهاية الموقع أعطى 58 نقطة للداي من سيتي و 47 نقطة لسناب دراجون فهذا يعني بيعطيك مؤشر أنه فيه تفوق نوعا ما للداي من سيتي عشانك حطوه في نسخة البرو بلس بس مش هذا السبب اللي حطوه في هذا المعالج للبرو بلس نروح على فحص الـ AN2-210 سناب دراجون حصل على 583,543 نقطة الداي من سيتي حصل على 729,187 نقطة فرق كبير وهذا الفحص بركز كثير على جرافيكس على الجايمينج بالذات ففعليا الداي من سيتي رح تاخد تجربة أفضل بالجايمينج نروح على فحص الـ Geek Pinch وفيه أرقام غريبة هون شوي سناب دراجون في السنجل كور حصل على 1015 نقطة أما الداي من سيتي فحصل على 1129 نقطة أفضليه هون لداي من سيتي لكن في المالتي كورز سناب دراجون حصل على 2963 نقطة الداي من سيتي حصل على 2727 نقطة ففرق تقريبا بلس 9% لمصلحة سناب دراجون طبعا كل المعالجين بيدعموا الرام الـ LPDDR5 وهذا إشي كويس الباندويذ أحسن عند سناب دراجون من دايمين سيتي ما رح تحسيته بالفرق كل المعالجين بيدعموا كاميرا 200 ميجا بيكسل في موضوع الانترنت والكونيكشنز الدايمين سيتي بيدعم داونلود أسرع من سناب دراجون طب بتحسينه فعليا مفيش فرق كبير بين المعالجين ولكن أعتقد أنه شاومي راحت بهذا الخيار لأنه هي لازم أو برأيها لازم يكون فيه فرق بالمواصفات ما بين نسخة البرو بلس ونسخة البرو لأنه باقي مواصفاتهم تقربة متشبه بعض معادة الشحد وموضوع المعالج لذلك حطوا هذا المعالج أنه أعلى فعليا بالنسبة لأداء الجيمينج هو أعلى أيضا أعتقد أنه سعره مش كثير فرق بينه بين السناب دراجون فعشان يظلوا محافظين على سعر كويس حطوا هذا الخيار هذا رأيي أعتقد أنتوا شو رأيكم بالمعلومات اللي سمعتوها ومين بتفضلوا وهل جربتوا هدول المعالجات ولا لا اكتبوا لي في التعليقات وأيضا اكتبوا لي إخوان إذا عندكم معالجين حابين تعرفوا عنهم تفاصيل زي هيك اكتبوا لي بأعملكم فيديو عنهم إن شاء الله يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء